بعد التصريح الأخير لوزير المالية بعدم إمكانيتها السيطرة على الواردات النفطية في الإقليم شابت موجة غضب شعبية محافظة البصرة بسبب السياسات الخاطئة المتبعة من قبل الحكومة لإدارة هذا الملف المهم والحيوي الحكومة الاتحادية في بغداد العاجزة عن السيطرة على صادرات إقليم كردستان النفطية تلجأ إلى أخذ حصص الوسط والجنوب لسد عجزها المالية في الموازنة الاتحادية خلافات إقليم كردستان والحكومة الاتحادية ضحيتها أموال الوسط والجنوب 120 دولار لبرميل النفط الواحد المستخرج من البصرة وميسان أموال ربما تكون كفيلة بأن تجعل مناطق البصرة تدر ذهبا لكنها تذهب بتواطئ سياسي وحزبية لزعامات الإقليم جميع الحكومات متواطئة نحن نقول بغداد متواطئ مع أربيل لأن الجنوب المصدر للنفط مستهان بحقوقه وبغداد لا تحترم الضعيف بسبب خنوع وضعف الإدارة الاتحادية التي تلجأ إلى سد ديونها وعدزها المالية على حساب المحافظات النفطية المدمرة حينما يكون هناك عدم تسليم للأموال وعدم الإيفاء بالالتزامات مقابل يعني خنوع كبير ربما من الحكومة الاتحادية هذا بحد ذاته يؤثر على كل مفاصل الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية في المحافظات الأخرى لا سيما محافظات الوسط والجنوب الهدر المالي بشكل عام يقدر بحدود 10 مليار دولار وهذا أكثر من المبالغ التي وفرها رفع سعر صرف الدولار يعني لو افترضنا هناك نظام اقتصادي راسين وهناك تسليم وانسيادية لأموال الدولة إلى وزارة المالية ربما لما وقعنا بهذا الفخ الكبير وهو رفع سعر صرف الدولار وزير المالية وتحت قبة البرلمان أشار إلى خرق دستوري فادح تمثل بالاستحواد على أموال المحافظات المنتجة للنفط وعلى رأسها البصرة التي تشكل 60 بالبيئة من صادرات العراق النفطية وترفض الموازنة الاتحادية بأكثر من 220 مليون دولار يوميا على أساس 115 دولارا للبرميل إيهاب المالكي الرابعة مدينة البصرة